وسط جمود العملية السياسية تفجرت الأوضاع الأمنية مرة أخرى في قربي ليبيا مع اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة بين ميليشيات موالية لحكومة الوحدة الوطنية وأفادت مصادر ليبيا بأن منطقة دحمان بالمدخل الشرقي لمدينة سبراطا في قربي البلاد كانت مسرحا لمواجهات هي الثانية في قضون أربعة أيام بين ميليشيات دعم الاستقرار وميليشيات دعم المدريات بسبب الصراع على النفوذ توتر ينظر بعودة شبح الاشتباكات لسيما في حال دخول ميليشيات أخرى على خط المواجهة يأتي ذلك متزامنا مع حراك سياسي بدأ متعثرا عقب فشل البعثة الأممية في ليبيا برئاسة عبدالله بثيلي في عقد اجتماع بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في مدينة الزنتان غربي البلاد وعزت البعثة قرار تأجيل اللقاء إلى دواعي لوجستية فيما اتهمت أطراف الليبية حكومة دبيبا بعرقلته ومن المتوقع أن يلتقي عقيلة صالح والمشري بداية الأسبوع للخروج بحل توافقي للأزمة وتشير مصادر ليبيا إلى أن بثيلي يقود مسارا لجمع الفرقاء للتوافق على تشكيل حكومة جديدة مصغرة تقود البلاد إلى انتخابات وأن رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتح بشاغة وافق على ترك منصبه بشرط أن يتنازل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبا كذلك عن منصبه ولكنه يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة كما اقترحت البعثة تشكيل لجنة حوار جديدة مكونة من 45 شخصية حراك البعثة الأممية على الصعيد الداخلي والخارجي قوبل بدعم أمريكي حيث أكدت السفارة الأمريكية في طرابلس أن واشنطن تدعم جهود بثيلي لجمع الفرقاء وحثت الليبيين على اغتنام فرصة التوصل إلى حل ليبي لبي ترجمة نانسي قنقر